هل احنا اكتسابنا ثقة الآخرين؟ اللي كده واللي كده؟ فيه ثقة وفيه احترام شديد جداً فينا رغم ان احنا وقدراتنا كمكانة مش دول متقدمة اقتصادياً وعندها مقدرات لا احنا ظروفنا صعبة جداً فده كان الكلام اللي احنا بنتكلم فيه ومش بس كده وكان اعادة بناء الانطباع اعادة بناء الانطباع عن الدولة المصرية دي ده اي كلمة بقولها لكم هنا يا جماعة علوان العنوان ده اتحول لخطط وسياسات اتنفذت عايز ابني انطباع عن الداخلية ألاقي عربية وكسرة في الشارع ألاقي فرد امن قاعد على الرصيف هنقول كلام مزبوط يعني ألاقي فرد امن مركزي قاعد على الرصيف وانا كنت الكلام ده لما اتكلم بالتلفون من استغربون أخلي الوزارة الداخلية فى محمد فحمود تاني مش كده ده فى الفين تلات عشر ولا كده قلت اللى كان محمد ابراهيم قلت له نبني لك وزارة فى الاكاديمية انت متمقاش فوق نفس البلد اللي اتعمل فى مصر فى الفين وحد عشر ده عمل لابد تتخذ منه الدريس والعبر وتتحول كل الاجراءات اللي اتعملت ضد الدولة الى اجراءات مضادة ما تتكررش معها تاني يعني انا انزل احاصر مجلس الوزراء واحاصر البرلمان واحاصر المحكمة الدستورية وانا كنت مبالح بكلمكم بقولكم ان اللي كانوا بينزلوا الاشرار كانوا بينزلوهم بعشرين جنيه وشرين ترامضول انا كنت مدير لي استخبارات انا كنت مدير لي استخبارات وشايف كل حاجة بتتعمل فى البلد يا محمد كنت شايف بيعملوا ايه فى البلد انت بقى فى التلفزيون تشوف ايه تشوف مظاهرة فى خمسين الف سبعين الف رأى عام الناس رفضة خلت بلد الشعب يريد ازاي ابنيلك الشعب يريد اسمعوا كلاني ازاي ابنيلك الشعب يريد شوفوا ليكوا كلكم ان اختزلتوا العلاقة اللي بيني وبينكم فى فكرة ان انا موجود هنا يعنى دى قيمة تجرحني اسمعوا كلاني لو شمعوا لكن لو انتم لو انتم حفظتم على بلدكم وحمتوها وكبرتوها مين موجود هنا مش مهم اسمعوا كلامي والله انا صادق معكم اسمعوا بس الكلام بس اسمعوا الكلام بس طب اسمعوا الكلام اسمعوا الكلام المهم طب اسمعوا طب المهم هي تكمل المهم هي تكمل طب اسمعوني من فضلكم الكلام قصو مش لي كنتوا بس المهم هي تكمل المهم هي تكمل المهم هي تكمل خلوني 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 والله الموضوع ما زعل طب اسمعوني طير طب اسمعوني طير طب سبحان الله استعزل حضراتكم استعزل حضراتكم كمل يا سبت الرئيس اسمعوا اسمعوا كلامي انا لما بقولي الكلام دوت بتستفقوا الاحداث ليه الفكرة اللي بيننا وبين بعضنا كاهل مصر هي ان تفضل مصر بقية تفضل بلدنا حية تفضل بلدنا قدام دايما تحلموا كده فنرجع ل فلما كلمنا في ده فقلنا اعادة بناء الانطباع اعادة بناء الانطباع معناه ان شكل الدولة المصرية لدى المواطن المصري لدى المواطن المصري تشعره بكلمة مهزبة يعني بالقلة بالايه بالقلة فانت الناس يقولك ايه اه فكان لابد ان كل فكرة تتعامل في الدولة المصرية تشعرك مش بالقلة بالعزة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة